بعد ست جلسات وأخذ ورد أقر البرلمان في العراق أخيرا موازنة العام 2021 في واحدة من أغرب جولات إقرار الموازنات حيث يعاد كل عام ذات السيناريو اختلاف ينتهي بتوافق سياسي على الكعكة المالية في بلاد تعاني ما تعانيه من أزمات اقتصادية وفقر وبطالة تعمق الهوة بين الطبقة السياسية والشارع العراقي ورغم إعلان العديد من الكتل السياسية أنها لن تصوت على الموازنة بموادها المطروحة إلا أن توافقات اللحظات الأخيرة حسمت كل شيء في براغماتية لا تخفي نفسها تضمنت موازنة العام 2021 مواد إشكالية بحد ذاتها من بينها حصة كردستان العراق في ظل اتفاق موازن تعهدت فيه أربيل دفع أموال النفط إلى بغداد مقابل حصتها بالموازنة كما تسمح الموازنة بخصخصة جميع قطاعات الدولة الانتاجية والخدمية وهو أمر له مخاطره الكبيرة وسط الفساد المتفشي والتحذيرات من انتقال ملكية تلك القطاعات لتكون بقبضة الأحزاب السياسية ومع تحسن أسعار النفط إلى نحو 60 دولارا للبرميل إلا أن موازنة 2021 أبقت على سعر 45 دولارا للبرميل وهو ما يكشف بحسب الخبراء تسرع الحكومة بعقد صفقات مقدمة على هذا السعر ما يفقد العراق ملايين الدولارات أما على المستوى الخدمي فلا تزال موازنة العراق العام بعيدة كل البعد عن لحظ واقع المحافظات المنكوبة حيث يؤكد النواب أنها رمزية ومخجلة ولا تراعي ما تعيشه تلك المحافظات من ظروف معيشية حرجة 58 مادة في الموازنة التي صوت عليها البرلمان الحالي أخطر ما فيها هي القروض الخارجية التي حصلت عليه الحكومة دون تخطيط ومشاريع استثمارية كانت الغاية منها تزديد رواتب الموظفين لا أكثر ما يرفع العجز المالي للبلاد لأكثر من 30 تريليون دينار عراقي أمام هذا العجز الحاصل بالموازنة فإن تحسين الخدمات وقطاع الكهرباء سيكون حلما آخر تعجز عن إنجازه حكومة الكاظمي فضلا عن أن تأمين وظائف للشباب سيكون مطلبا صعب التحقيق حيث تضمنت الموازنة ألفا ومائة وخمسين درجة وظيفية فقط وهو ما يعني أن العراق مقبل على صيف آخر ساخن لن تطفئه الوعود الحكومية والحزبية التي اختبرها الشارع المنتفض جيدا